أنا الآن في قرية ترطاس جنوب مدينة بيت لحم وحيث يظهر كما تشاهدون يظهر المشهد من خلفي هي البؤرة الاستيطانية الجديدة المسمى نحلون هذه البؤرة صلتنا الضوء عليها خلال فترة الشهرين الماضيين في شهر رمضان وبعد شهر رمضان كيف أن المسوطنون أقاموا هذه البؤرة الاستيطانية لكن اللافت للانتباه فيما يتعلق بهذه البؤرة الاستيطانية وإنما لبثت منذ فترة زمنية قصيرة يتم الإعلان عن شرعنة هذه البؤرة هي حاليا عبارة عن خيمة أقيمت في المنطقة قبل يومين وضع المسوطنون علم دولة الاحتلال على هذه الخيمة هو علم كبير لكن لربما ظروف الجوية لا تسمح لأن نأخذ صورة كبيرة لهذا العلم هو علم كبير من حيث المكان الذي يوضع فيه هو أيضا لافتا للمواطنين في محافظة بيت لحم نحن في محافظة بيت لحم والمواطنين يعتبرون هذه المنطقة منطقة استيرابر هي منطقة رابطة ما بين الريف الجنوب من جهته الغربية ومن جهته الشرقية الاحتلال يريد أن يحول ديانة هذه المنطقة هذه البؤرة الاستيطانية التي شرعنها قبل يومين يريدها أن تكون مستوطنة لتربط ما بين مستوطنة أفرات التي ستظهر فيها الصورة وأيضا باتجاه الشرقي مستوطنة أفرات طبيعة الحال تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة بيت لحم وهذه المستوطنة أو هذه البؤرة الاستيطانية ستكون رابطا ما بين مستوطنة أفرات باتجاه الشرق صوبة مستوطنة أطقوع التي ستظهر بعد قليل فيها الصورة هذه المستوطنة ليس عبثا أن تم الإقرار بها وشرعنتها من قبل جيش الاحتلال فهي مخطط لها منذ سنوات وخاصة أن خلف هذه البؤرة الاستيطانية تقع أيضا بؤرة أخرى تسمى جبعات عيتام هذه البؤرة هي مقامة منذ عشر سنوات تقريبا وتتوسع يوما بعد يوم تتوسع هذه المستوطنة باتجاه الأودية وباتجاه الجبال المحيطة فيها وفي خلة النحلة بطبيعة الحال هذه البؤرة التي نتحدث عنها نحلون هي تقع في منطقة جبل أبو زيد هي محاذية أيضا لخلة النحلة والبؤرة الاستيطانية جبعات عيتام وبالتالي البناء الاستيطاني في هذه المنطقة وما سيشهده البناء الاستيطاني في هذه المنطقة هو مخطط له منذ زمن وأيضا سيكون على مرحلتين بؤرتين استيطانيتين جبعات عيتام ونحلون وبالتالي هذه الأراضي الواسعة والاستراتيجية كما ذكرنا سابقا ستذهب باتجاه البناء الاستيطاني إذا ما استمر الاحتلال في قراره بالبناء في هذه المنطقة وبالتالي كما ترون هذا المشهد هذا الجبل الفارغ إلى حد ما من أي شيء حتى أن المواطنون يمنعون من حراثة أراضيهم وستصلاحها وتم في سنوات سابقة تخريب الأراضي في هذه المنطقة تجريف الأراضي والاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال تخريبها بشكل كبير وبالتالي هي أراضي لا يوجد فيها أي ما يشير إلى العمار وإلى الحياة بفعل تعقبه الاحتلال وقام بتخريب أرضه وتجريفها وأيضا حتى أن المشهد بات كما ترون في الصورة جزء من هذه الأراضي الجزء الكبير هي أراضي غير مستصلحة نتيجة لملاحقة الاحتلال للمواطنين وبالتالي هو تمهيدا لتنفيذ المخاطط الاستيطاني الذي يستهدف هذه المنطقة أخيرا ما يريده الاحتلال في هذه المنطقة وهو إقامة حزام استيطاني من مسوطنة أفرات ومن خلال هذه البؤرة الاستيطانية باتجاه مسوطنة أدقوع مع الإشارة إلى أن هذا الخط الاستيطاني الذي يريد الاحتلال أن يقيمه في هذه المنطقة سيخترق قرى ومناطق وأحياء من مدينة بيت لحم وبالتالي حتى يتم العزل كامل عزل منطقة الريف الجنوبي عن مدينة بيت لحم من خلال هذا البناء الاستيطاني هذه الشرعنا هي مؤشر خطير على ما سيقوم بها الاحتلال من ترفيذ مخاططه الاستيطاني فيما تبقى من أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية من بيت لحم وبالتالي يصبح البناء الاستيطاني كاملا محيط في محيط محافظة بيت لحم وبالتحديد أيضا في محيط مدينة بيت لحم على وجه التحديد حيث أن البناء الاستيطاني بات يتتابع في المناطق وأصبح في حلقة متماسكة مترابطة هذا البناء الاستيطاني نتحدث عن رؤوس الجبال وبالتالي منطقة المرتفعة هي الجبال يتم البناء فيها ثم التمدد من منطقة إلى منطقة لتصبح هذه المستوطنات مترابطة إذا ما كانت مترابطة من حيث البناء الاستيطاني مدينة بيت لحم كما ذكرت على وجه التحديد عن باقي المحافظة وعن باقي المناطق تماشيا فيما يسمى بمشروع القدس الكبرى الذي يريده الاحتلال أن تصبح محافظة بيت لحم محاصرة تماما بالبناء الاستيطاني وتصبح تحت ما يسمى بمشروع القدس الكبرى وهو الذي يضم محافظة بيت لحم بشكل عام هذا المشروع الذي يضم محافظة بيت لحم بشكل عام وهذا ما هو مثبت حاليا على أرض الواقع